انت بقى فيين من النادي الاهلي انا موجود في النادي الاهلي ودايما في النادي الاهلي والنادي الاهلي ابنائه كتير كتير جدا بس مش كلهم ديقة السيد لا يعني مش كلهم ديقة السيد لكن انا بانكلمه على سيفيو تاريخة اي وقت فالنادي الاهلي هيحتاج في مكان هفيد فيه 우리�اد الاهلي هكون موجود على طول اللي موجود انا في ظهره على طول سواء مجلس ادارة او اجهزة في ظهرهم وادعمهم طول الوقت معاهم زي ما بيقولوا الجمهورنا على الحلو والمر معاهم طول الوقت عشان كده بقول لجمهورنا يصبر ويهدأ مش وقت مهاجمة لعيبة لان لعبتك دي احنا شفنا معاهم ايام كويسة في البطولات وما تهجمش وتقول يتسرحوا هتسرحوا هتجيب انت عندك دايما طول الوقت تقول عندي احسن لعيبة طب لما تمشي عشرة هتجيب منين ما انت هتجيب طب بص حواليك كده غمت حواليك كده هتجيب منين هتجيب مين احسن اللي عندك اللي عندك بيمر بفترة والفترة دي هو فيه جزء كبير مسؤول عنها كلعيب وفيه جزء مش مسؤول عنها تغيير المدرب في وسط الموسم ومدرب تاني جاي موسم او تلت مواسم تنظيمه سابقة سائق جدا فيه ضغط على اللعيب اللعيب بتاعنا استحالة تقول لي لعيب مصري عضلته تستحمل كل هذا الضغط صحيح ما عندناش العضلة دي مش مسألة تقولك ما تقوليش اي جهاد عندي تلاتين ماشي التلاتين ما اتمرنوش كويس صحيح في فترة موسماني من سلبياته انه ما اخدوش المسطرة الوحدة في التجهيز كنا شغالين على خمستاشر ستاشر اللعيب ضغطين 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 ومشغالين على دول حتى من برة في الاول دور مشغالين عليهم ان احنا نجهز نجهز بحيث انه لما تحتاجوا يبقى في نفس المستوى ده صحيح هو ده الطبيعي صحيح انك انت في قائمة النادل الاهلي اول ما تنزل تبقى في مستوى اللي بقيلها بس النحية التدريبية ما كانتش عادلة بالنسبة للباقي عشان كده بقيت عامل في مستوياتك زي رسم القلب طالع نازل طالع نازل صحيح فده وقت واللعيب على فكر انت لازم تستحمل كل يتقل عليك لان انت في مرحلة لازم يبقى عندك رد فعل احسن من كده صحيح لازم الراكشن بتاعك يبقى اجريسيف اكدر من كده لازم اعمل رد فعل ومالكش دعو بالنتيجة الجمهور هيقدر ده رد فعل في الملعب في الكورة انا بتكلم في الكورة اه عشان بس لايسمع اجريسيف ديو رد فعل فتعك خاني لما يقول لك النادل الاهلي محتاج مشروع اللي محتاج مشروع اللي محتاج مشروع ده نادي بقال له خمس سنين باخدش بطولات معندوش فرقة لكنها دي كل السنة بياخد بطولتين تلاتة بطولتين تلاتة ده محتاج انضباط فني وانضباط قطة لبس صحيح وصارم طبعا صارم